اخر فقرة في نهارك سعيد اللي بتكون معنا كل يوم اربع هي حديث الاربعاء وبنتكلم فيها على اهم الاحداث اللي حصلت على مدار الاسبوع اللي فات من يوم الاربع اللي فات اللي هو 25 يناير والذكرى الاولى للثورة المصرية ثورة 25 يناير لغاية النهاردة احداث كتيرة جدا حصلت مسيرات اكم تظاهرات واعتصامات واضربات ومنوشات واشتباكات ومشاكل وحاجات كمان تانية انتخابات مجلس الشورة مجلس شعب واللجان وانتخابات اللجان ورؤساء اللجان تفاصيل كتيرة جدا حصلت هنحاول نتكلم على معظمها لو لحقنا بس طبعا هندي اهتمام خاص جدا لاحداث من اول يوم الحد اللي فات ومبارح تحديدا واللي شفنا في مجلس الشعب وهنتكلم عن مجلس الشورة بشرفنا يكون معنا للتحليل ما حدث خلال الايام اللي فاتت مشرفنا يكون معنا استاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق نهارك سعيد يا فندم من اوارنا استاذ كمال جابالة مدير تحرير الاهرام نهارك سعيد يا فندم صباح الخير يا فندم صباح الفندم انا عايزة ابتدي بالاول كده بموضوع انتخابات اللي بدأنا هي ومن الحد اللي فات وانتخابات مجلس الشورة ما بين الناس مش فاهمة اصلا وليه مجلس الشورة موجود وليه ما تلغاش وطبعا عارفة انه العاية في الفات نقصان عقل زي مروف الفلاحين يعني بس في الاخر عارفين ان فايدة مجلس الشورة على الاقل في الفترة الحالية هو لجنة المية فاقبال ضعيف جدا فاستاذ كمال المبدئيا حيك شايف الاقبال ده مؤشر لان فيها الناس مش فاهمهم لازمته ايه ولا معناها ايه هو تصويت على من الشعب على هذا المجلس يعني كان هناك دعوات كثيرة خلال الشور اللي فاتت بانه هذا المجلس لا لزومة فيه ناس او فيه ادارة المرحلة الانتقالية مصرة على ان تنفذ خريطة الطريق بما فيها الانتخابات وانتخابات مجلس الشورة بالتحديد وناس اشتاكت وقالت انه تكلفة عالية جدا ده مليار جنيه مليار جنيه تكلفة وقالوا انه ده هذا المجلس تم انشاؤه في مرحلة معينة لاسباب معينة ودلوقتي لا لزومة له يعني انت لو عندك مجلس شعب او برلمان مجلس شعب قوي بيكفي لأساس انه مجلس تشريعي قوي ومنتخب ومجلس ثورة زين بيقولوا مجلس برلمان للثورة لا لزوم لمجلس تشريعي مجلس شورة باعتبار ان ده يبقى رفاهية وتكلفة عالفاضي وضيع وقت وكل الكلام اللي تقال ده يعني ولكن اصرار المجلس العسكري الحقيق على ان يكون فيه البرلمان بغرفته هو ده اللي خلنا من نتحطه قدام الامر الواقع ده ويعني اطرف حاجة يعني المؤشرات يمكن استاذ اماد تباعة بيتقال ان عدد اللي مرشحين لنفسهم اكتر من عدد الناس اللي راحوا صوتوا لانه الشعب المصري اللي خرج في 19 مارس وخرج بالملايين في انتخابات المجلس الشعب لما يوصل للمرحلة دي من عدد صفوف قليلة او ناس حتى غير مهتمة فده كان مفروض الناس يبع عندها يعني رؤية مستقبلية كافية لاتخاذ قرار مبكر ولكن للأسف احنا دايما خلال الفترة اللي فاتت او الشهور اللي فاتت بنكرر اخطاء اللي كانت موجودة قبل الثورة بانه والله دايما قراراتنا متأخرة وبندفع تمن غالي لهذا التأخير لكل الاحوال عايز اقول انه ليكن او الانتخابات جرت امر الله نفد اه وامر الله نفد وانه عندنا اعادة دلوقتي على الفردي في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشورى ونكملها ونكمل الجيم لاخره ونشوف في النهاية هيحصل ايه بس يعني ده عايز اقول في الاخر انه المفروض احنا نتعلم من اخطاءنا وتعلم ودي دروس لنا انه والله يجب ان نتوقف فورا عن تكرار الاخطاء او ان احنا ما نكررش يعني اتعلم مدي دروس للمفروض وازا كان ده كان بيحصل قبل الثورة بناء مبرر له على الاطلاق في هذه المرحلة استاذ عماد من زاوية تانية عزوف عدد كبير زي ما كنا لسه بنقول استاذ كمال بيقول انه بعدد الناس اللي راحت صوتت عدد قليل جدا هل ده ليه علاقة بانه الناس شايفة فعلا انه هو ملوش لازمة في نفس الوقت الاسلام السياسي مزال مصر على انه ياخد تقريبا كل مقاعد مجلس الشورى يعني الاسلام السياسي مصر في نفس الخط ومشي في نفس خطه من ساعة ما بدأ طيب يعني احنا نستطيع ان احنا نلوم تيار الاسلام السياسي ان هو فيه لعبة موجودة وهو بيشارك فيها وبيمارسها بجدية وهذا يعني بامانة انا شايف ان ده سلوك سياسي هو يعني علينا ان احنا نقدره عليه ونلوم الذين لا يتعاملون مع اللعبة السياسية كما ينبغي له الناس يعني كما تفضل يا استاذ كمال او كما تفضلت حضاتك في البداية انهم دي العلانة الدستور بيقول ان لجنة المية يختارها عضم مجل الشعب والشغولة فبالتالي هو مهم جدا من ناحية السياسية من هذه النقطة فقط هو ما كان ينبغي من البداية اساسا انه انه يتم وضعه في العلانة الدستوري لكن زي ما اتفاقنا انه خلاص يعني حيطة ولبسناها زي ما بيقول فبالتالي علينا ان احنا نمشي فيها التاريسلام السياسي فيهم اللعب على هذا الاساس واعد كوادر انا اعرف ان فيها حزام كتير علمانية ما كانش يلاقي ناس تنزئة رشح نهيك عن يعني كنا نشكو في مجل الشعب ان الدواء المتسعة في مجل الشورة الدواء اكثر التسعة اوسر كتير ومحتاجة فلوس اكتر ومحتاجة امكانية فبالتالي خلاص احنا ماشيين في هذا اللطان لكن هناك حل ربما اخترحوا سمع عشور فيما يتعلق بلجنة المية ان مجرد ان يطلع مادة صغيرة تعديل في الاعلان الدستوري بما ان احنا يعني رقعنا في هذا الاعلان كثيرا وما فيش مشكلة نقول انه يختص مجل الشعب فقط باختيار لجنة المية دي تحل المشكلة فيما يتعلق وكان على فكرة قبل الكلام ده كان قبل الانتخابات بس خلاص بدور عنا الانتخابات ممكن نعمله حتى هذه اللحظة عشان فكرة التبكير لان احنا لو انتظرنا مجل الشورة هنتظر حتى نهاية الانتخابات والاعادة اذا كنا جدين وعايزين نسرح في فكرة انتخابات الرئاسة او فكرة كتابة الدستور نستطيع من الان ان نعدل التعديل البسيط ده ويبعضها مجل الشعب فقط هما الذين تمام بس بالمناسبة دي لو ما حصلش هذا التعديل هو اصلا المجلس منقوص لانه لسه فيه تلت هيعينه رئيس الجمهورية علشان يعني فبالتالي التلتين بس هما اللي يحطوا لجنة المية ولا دي ما كانش ليه حل ولا تنقيل هايزة اخو وصلوا ايه فيه هقول الفكرة من البداية انه عامل جدوى الزمن عشان يعرض لكان لمنتصف بعد منتصف الفين وتلاتاتاش و الفين وتلاتاتاش صحيح فالبناء كله ده تهد فيه احداث محمد المحمول باختصار المسألة فاضطروا يلموا يعني يعجلوا ويبكروا ويقولوا منتصف الفين واثناشر فبالتالي كان مراهن ان فيه ست شهور لاختيار اللاجنة يعني الاول انه المجلس الشعب يخلص وبالشهورة يخلص ويجتموا على اتنين مع بعض مكتملين مكتملين يعني يبقى فيه رئاسة طبعا عشان يبقى التلت اللي هيعينه الرئيس طبعا هاي الخريطة الاولى لكن انت لما اللعبة تهدت كلها بدأت يعني يبقى فيه منتاجة مش كويسة فبالتالي دخلنا فيه احنا مصد دلوقتي فيه مشكلة كبيرة جدا فيه ناس يقولك الرئيس اولا الدستور الاولا فيه ناس يقولك لا دا ولا دا نعمل رئيس مؤقت احنا دخلنا في مرحلة من العبث الدستوري والعبث السياسي لانه للأسف شديد باختصار افتقدنا اي رؤية سياسية منذ البداية ما كانش حد عنده او ربما كان عندنا لعبة سياسية قائمة على ان احنا نمد الفترة اطول وفي هذا المد ربما تنشأ وتتخلق حقائق سياسية على الارض تساهم فيه انك توجه الامور ناحية مختلفة ناحية شبرة كده طبعا انا اخذ من جملة استاذ عماد واتكلم على هذا العبث الدستوري اللي هو وصفه بهذا اللفظ يعني احنا كده المفروض في المشكلة يعني فيه مقترحات كتيرة فيه مقترحات كمان اللي طلع بيها حزب الوفد قال طب الاثنين بقى مع بعض الدستور والرئاسية الاثنين في يوم واحد نشتغل بشكل متوازي وفيه مقترح لسه انه لا الرئاسة ولا دستورة تحت حكم العسكر يبقى احنا عايزين الرئاسة اولا في وقت ناس تانية بتقول لا يعني هننتخب رئيس من غير دستور يعني بنخلق ديكتاتور جديد والعامة بقى اللي في الشارع محدش بقى كلنا محتسين مش عارفين نروح فين استاذ كمال يعني تفتكر الخروج من المأذق الدستوري ده ايه والله يعني انا شايف انه يعني المجلس الستشاري قدم اقتراحات لغاية دلوقتي استاذ المعاد عارف انه لم يعلن عنها ويمكن تسربت في حاجة تسربت فيه تبكير شهر للانتخابات الرئاسية وفيه مشاكل كتيرة جدا معقدة الى اقصى درجة يعني انت هي محتاجة عشان تعملي اي حاجة دلوقتي يبقى فيه تعديل على البيانة الدستورية او الاعلان الدستوري وعشان نعمل تعديل ممكن التعديل يعقوبه تعديل ويعقوبه تعديل يبقى مش هنخلص وبعدين دلوقتي احنا عندنا مجلس شعب منتخب ولو شرعية والشارع بيعتبر نفسه او الميدان لو شرعية اكبر واحنا لازم المجلس شعب يستمع ويستجيب لنداء الشارع او نداء الميدان فهي المسألة انا يعني انا يمكن فيه قلق جوه الناس او المعنيين ولكن انا انا على المستوى الشخصي باعتبر ده قمة الحيوية السياسية يا سيد امان يعني هي هي لخبطة او انا مش عايزة اقول نها القوضة البناء لا شرط ان يكون عندك سياق صح انت عامل نظام يعني انت عامل خريطة صح والناس المتوافقين عليها صح لا ما هو الخريطة للأسف اتلخبطت واحنا دلوقتي اه اه فيه يعني احنا ما عملناش خريطة من الاول يعني كل حاجة بنعملها بنرجع فيها و و و يعني للأسف الشديد اه المجلس العسكري دخلنا في دوامات اه يا استاذ عماد اللجوء فيها الى مجلس الشعب مباشرة مش هقول اللي ينتخب رئيس مؤقت ولا نقول انه اه يطلع منه اه ننتخب منه رئيس هو نفسه البرلمان اه ينتخب هذا كلام يعني احنا نقدر نقول هي عايزة توافق بين الطرفين دلوقتي ويستبعد المجلس العسكري من الصورة نهائية بمعنى انه اه يبقى فيه المشكلة دلوقتي الصدام اللي ممكن يحصل بين الميدان وبين المجلس الشعب يعني اه خلاص انا بتصور انه المجلس العسكري بعت شوية عن الصورة نظريا يعني يعني ممكن بمعنى انه المشكلة الحالية او اللي احنا حاسين بيها اكتر هو الخلاف بين المجلس الشعب وبين الميدان يعني ازاي نوفق دول وازاي نتفق على حاجة لو تم الاتفاق على على سيناريو اه او خريط الطريق بين الاتنين اه انا بعتقد انه مشكلة هتتحل وهنقدر اه يعني انا عايزة توقف تحديدنا على مجلس الشعب بس قبلها على طول خلوني اخو دوجة نظر الكنبة مش حزب الكنبة الكنبة نفسها يعني وانه انتو فيه مستعجلية احنا قلنا شهر ست ليه الدربكة دي كلها على نبدر شهر نبدر اسبوعين يعني هو ده بالضبط هو الفكرة يعني بس عاوزة للشهر الاول اللي سألتله استاذ كمال متعلق باقتراح من الرئاسة والدستور مع بعض هذا اقتراح غريب وصعب يعني انت الرئاسة متحكمة فيه عرفاه يوم كذا الدستور في احد الافكار بتاعته ان انت عندك فترة ست شهور حد اقصى لوضع الاجراءات اللجنة انتخاب اللجنة وعندك ست شهور لوضع الدستور بس ده ممكن يتم ده سهل لو يتأثر ده طيب افرض ما اثرتش افرض لم يحد استوافق هذا سؤال احتمال نظر وانت بتحط اقتراحات متعلقة باجراءات دستورية وقانونية عليك ان انت تحط بدائل دايما في حالة كذا وفي حالة كذا يحصل كذا ففي احتمال ان انت ما تدريش تتوافقي كقوة سياسية على ده فبالتالي هتدخولي في جدل اخر وجدل جدل كبير فكرة القوتين اللي بتكلم عنهم مستاذ كمال الخاصتين بالشعب والمدان يعني سواء اتفقنا انا مع فكرة المجلس العسكري ما زال وسيظل له دول بمعنى مش من معنى السياسي انا بتكلم هنا على القوات المسلحة القوات المسلحة كان لها دول مهمة في حماية الثورة وفي انجاز الثورة المجلس العسكري اخطأ خطأ فادح ارتكب اخطأ كارثية في الفترة اللي فاتد لكن القوات المسلحة موجودة بحكم دورها التاريخي وحاجات كتيرة جدا واظن فكرة فصلها التام عن حياة السياسية هياخد وقت نتمنى ان تكون هي فقط مهمتها حماية الحدود لكن لو انت بتكلمي على مسار عملية على ارض الواقع هنقعد فترة اللي هي اعادة فك الاشتباك بين المجتمع وبين القوات المسلحة في الامور السياسية في الامور اقتصادية هذا موضوع شديد التعقيد لكن مش بالسهولة ان احنا بنقول ان بكرة يقعد الاخوان او المجلس الشعب مع القوى السياسية الميدان ويحل المشكلة للسف الشديد مش هتتحل برضو بالسهول عايزة فكرة هي المفتاح الرئيسي في كل المساعد اللي هو اسمه التوافق تمام بس لأ يعني برضو انا عايزة اجل حوارنا ع مجلس الشعب دقيقة لغاية ما يبقى حد عندي ايجاب عايزة تكلم وجهة نظر الناس اللي هو بيدخولوا في التليفونات في البرامج كلها وارحمونا واسبونا وشعر ستة مش بعيد يعني فرد ايستة من اربعة يعني طيب هولي حضرت ليه انا ياسف هرجال حضرت هذا سؤال بهم جدا لانه احيانا المطلب بتاع التحرير انه الذهاب الان وفور حالا بالا برضو ده مش حل سياسي ما انا برضو انا بطرح يعني منفعش التحرير او بدان التحرير اذا جاد التحرير ان اقول مجلس الشعبي استلم السلطة فورا بدون انا كميدان تحرير اكون عادت مع مجلس الشعب ده واتفاد يبقى فيه حل سياسي يعني فيه توافق على فكرة وبالتالي اطرحها لكن ما اطرحش اقول انه فورا الان ورئيس مجلس الشعب يستلم السلطة والحزب الفائز والحزب الفائز بيونه مش عايز طب انا حاجة عجيبة فلانه فيه انفصال يعني فيه انفصال اريده له ان يكون ويتجذر كل يوم اللي هو بفروض احنا نقش اللي هو ما بين التصارق ما بين شرعيتين شرعية البرلمان وشرعية الميدان وهل يجوز ده ولا لا يجوز هذا خلق للأسف شديد وللأسف شديد نحن منجرون وذهبون الى صدام هذا يعني واضح ملامح جدا من اول الخناءة فيه التحرير على المنصة ورفع الاحزين والحجارة والثلاثة البشرية مبارح وهيتعمق للأسف شديد لانه ما فيش عقل سياسي يحكم المسانة طيب سيد كمارح هو ده بالضبط اللي انا كنت بقوله يا سيد عماد لو تلاحظ انا بتكلم عن الطواف وضرورة الطواف ما بين الميدان وبين مجلس الشعب يعني دلوقتي بقت في الخلفية المجلس الاعلى يعني مصدر لنا المجلس الاستشاري على اساس انه يريد لا نسديا يعني انا بقول الكلام ده نظريا او لانا شايفه المعلن لانه الميدان يا سيد عماد لما بتكلم على انه فورا انت عارف التمن لانه كل اسبوع احنا بنخاف يعني كان ممكن امبارح الاحزاس اللي قدام مجلس الشعب كان ممكن يبقى فيها دم يعني وحصل من فات فعليم في حاجة وصدقين مصاب يعني وده بصراح نمعة ده يعني انا مش عايز مزيد من اسالة الدماء سواء كان مصابين او شهداء تاني خلاص والمشكلة الاخطر يا سيد عماد ان المصابين وشهداء مرحلة الجاية الخفن بيننا بين بعض المشكلة لا هيبقى فيه امن لوزار الداخلية ولا شرطة عسكرية دلوقتي المشكلة تبقى في ده عشان كده انا بقول انه التوافق لازم يبقى فيه بيراع فيه انه تسليم او انتخاب ايا كان رئيس مؤقت للجمهورية من مجلس الشعب او التعجيل لماذا لا نعلن بعد عشر ايام من النهاردة عن انتخابات رئيس الجمهورية ايه المنى يا استاذ ايمان عن فاتح وده يعني ايه يعني انت هي جدي فترة شهرين من حداشر فبراير لحداشر اربعة اربعة هتكون انت خلصت انتخابات مجلس الشورى وهيكون عينة التلت اللي انت عايز تعينه وهيكون كل الاجراء لماذا التلت مش هيتعين غير بعد ما الرئيس يجي الرئيس اللي معين التلت هو اللي معين بس هو اظنه هناك مخرج دل السورة الرئيس المجلس سعر القوات المسلحة يحل محل انه القائم بعمال رئيس الجمهورية بمانوعين كمان بتوع مجلس الشعب يعني في مجال للتبكير بانتخابات رئيس الجمهورية وده اعتقد انها يرضي الميدان يعني فكرة فورا دي فورا دي نبتدي يعني وده كويسة وعلى فكرة الميدان اطمئن شوية لما قالوا انه هيبقى فيه تبكير لمدة شهر ممكن يبقى فيه تبكير لمدة شهر واشنع مش عايزين فكرة برضو ان يكون في انتخابات تصرع في انتخابات رئيس الجمهورية اللي خلينا نوع في اخطاء تاني طبعا يعني هي المسألة محتاجة حكمة والحكمة انا اعتقد انها موجودة موجودة لدى الاطراف المعنية ولكن مشكلة في انه ما فيش رؤية اشمل بتجمع الكل خلوني اتكلم على فيه عدم ثقة برضو باسمعيلي يعني هو عدم الثقة بين كل الاطراف دلوقتي يعني لا الميدان بيسق في المجلس الشعب ولا مجلس الشعب بيسق في الميدان والكل فيه توطر بينه وبين المجلس الاعلى لقوات المسلحة فكل ده مغلي الاجواء المشحونة اللي احنا عايشينها طيب اسمحوا لي حضراتكو قلتوا انه فكرة انه العلاقة بين مجلس الشعب وبين الشارع فيها مشاكل وانه لازم بقى فيه توفق ده بالنسبة لي الجملة دي كواحدة لسه بفهم سياسة وبفهم مجلس الشعب ده بالنسبة لي علامة استفهام أصلا يعني لما يبقى الشعب لسه حالا بالا من كام يوم هو اللي حاطت مجلس الشعب ده ويبقى مجلس الشعب ده لا يمثله دي علامة استفهام واتخلينا نقف كده نقول مش هنا المختارينه ولا مين اللي مختاره وخليه يقولك كذا حاجة في وقت واحد وتاخد وقتكم في الكلام انه لما يبقى المواطنين مبارح راحين في مسائر راحين شعار السلمية ورحين بمطالب في اتجاه مجلس الشعب اللي بنسبة لهم الامل والملاز والدستوري والشرعي وكل الكلام اللي احنا عارفينه ويتم منعوهم من قبل فئة من المواطنين الشرفاء برضو يعني يبقى كلنا محطوظ من نسبة لي دي علامة استفهام محتاجة شعار؟ كلها تتحول للمواطنين الشرفاء يعني بالتدريج كلنا بقى المواطنين الشرفاء فاجأة يعني فتفضل سيد عمان أنا أسف طبعا النتائج الانتخابات افرازت واقع سياسي محدش كان يتوقعه فلصتوا انه التيار الاسلام السياسي سيطر على حوالي اكثر من 70% وربما 75% من مقاعدة البرنامج هذا محدش كان حتى اظن التيار الاسلام كان متوقعه فبالتالي حصل فيه نوع من الاحباط السياسي هذا فريق آخر هو فريق يعني اللي يقال عليهم مجازا الليبراليين الليبراليين شعروا ان هم أقلية أقلية والأنكة من ذلك ان الذين أنجزوا السورة أو الذين دفعوا الفجاروا السورة وشاركوا في مراحلها الأولى وكل شيء واستشهدوا اللي هما الشباب السورة لم يجدوا نفسهم بالمرة داخل إلا ربما أقل من 10 أعضاء فبالتالي نشأ حالة غريبة جدا ان الناس اللي عملت السورة اللي هي لو لاها ما كان هذا البرلمان فريق آخر يعني شارك في السورة وهو الإسلام السياسي حتى ولو كان متأخرا لكنه دخل المجلس وسيطر على كل شيء ففريق جوا وفريق مش مسموح له حتى يعبر عن نفسه بالمظاهرات فبيه فيه هو ده الخلل يعني فيه جزء نفسي على جزء سياسي ففكرة حضرتك اللي انت بتقول الشعب هو جزء من الشعب مش كل الشعب لأنه الشعب كلمة مطاطة طوام لدى الإخوان المسلمين يقين أو التيار السام السياسي أنه طالما هناك انتخابات تمت ونزيها فلا شرعية إلا شرعية البرلمان ولدى الشارع وهو محق أيضا أنه الشرعية ما زالت موجودة هناك شرعية نعم للبرلمان ينبغي أن نقر بها لكن هناك شرعية للشارع لأنه لا ينبغي أنه نيجي دلوقتي نقول مجل الشعب وخلاص وإلا كنا نحن بنعيد انتاج مقولات مبارك اللي كان بيقولها أن انتوا انتخابتوا شكرا روحوا بغض النظر هذه الانتخابات كان فيها تجاوجات أو لا إزاي تفكي يعني إزاي توفق بين هاتين الشرعيتين هي دي برضو المشكلة الحقيقية لأنه زي ما قال الأستاذ كمال وهي بين أنا كاتب بكرة على حاجة اسمها تحالف المضطرين الإخوان المسلمين والمجلس لقلوا نفسهم غزب عنهم متحالفين المجلس هيستريح شوية ويصدر الأمر أنا خلاص أنا وظيفة التشريعية وقفت عايزين هي حاجة تفضلوا روحوا على مجل الشعب هتروح على مجل الشعب مجل الشعب برضو وهيبقى مرتبط بجداول وحاجات الشارع هائج وسائر وعايز حلول سريعا هيروح للمجلس المجلس في النهاية عايز مثلا نعمل تثبيت مليون وظيفة طيب تعال يا عام وزير المالية ما عنديش فلوس في حاجاتها تبع عاجلة جدا والبرلمان تبع غير قادر على تربيتها وهنا هتنشأ صراع بين المطالب العاجلة والتأمن السياسي اللي هو إبو المطلوب والجدول المزدحم بالأولويات والقضايا ومنول الدستور والرئاسة إلى آخرها إزاي تقدري تمنعي هذا الاحتكاك دي أظن الإخوان المسلمين عليهم أن يتوقفوا عن التصرف باحتمارهم حزب وطني هذه مسألة في غاية الأهمية فكرة السلاسة البشرية التي تعملت خطأ سياسي كارثي لأن هذه ليست وظيفتك وظيفتك هذه وظيفة الأمن أنت تساعد الناس لأنك كنت محروم حتى شهور مضت من التعبير عن مطالبك فتيجي تمنع فصيل تاني حتى لو أنت مختلف معها أنه يرفع مطالبه نحن مع السلمية ونحن مع الحفاظ على المنشئات وعدم الاختحمات لكن ما ينفحش تقب بسلاسة البشرية قدام مجلس شعب وتقول أنا بحمل مجلس هذه ليست وظيفتك تمام طيب وده أستاذ كمال ما يرجعني لفكرة السلاسة البشرية بقى ده معناه فيه ناس بقى بدأت تكتب مبارح على الفيسبوك وعلى تويتر وقراء من الشباب يعني أنه موضع يبقى كده اعتراف ضمني من الأخوان المسلمين أنه لا هيبة للدولة وأنه لا لازمة للداخلية وأنه إحنا بقى كل واحد يحمي نفسه بنفسه وأنه ده كده احنا كل مجموعة تعمل لها الميليشيات بتاعتها الخاصة ده ظهر على فكرة ممكن شفتوا يوم الجمعة أو بدأت الحياة بدأت مؤشرات من زي النهاردة من يوم الأربع يوم خمسة وعشرين نهائر بفكرة الدروع البشرية اللي بتحمي المنصة للإخوان أنا الحياة شفت الاتنين أنا شفت اللي حصل يوم الأربع وشفت اللي حصل يوم الجمعة كان في غاية المسلمين والحزب العدالة والحرية والحزب العدالة واحترام الشديد للسندوق واختيار السندوق إنما ما حدث في الميدان يوم خمسة وعشرين واستمر حتى يوم الجمعة ده كان في منتهى لسفزاد مش لئ مش للليبراليين لا لكل عامة الشعب لأنه صوت يعلو على صوت الإخوان المسلمين في الميدان ده كان منتهى كل ماكروفونات تركيط كل العوامين وتشغيل الكرآن الكريم في مكان يعني كان أنا تعرفي أنا كنت في غاية الأسى يا أستاذ إن أنا أشوف صوت القرآن الكريم في الميدان والأحزية مرفوعة بمعنى من الناس لأنه بيقولوا مش ده وقته ومش ده مكانه فعشان كده أنا بقول لك بقول لك إنه الإخوان المسلمين زي ما الأستاذ عماد قال إنهما بيتصرفوا دلوقتي مش هقول بصقة عالية ولكن باستفزاز للأقرب للناس اللي كانت بتؤيد وقفة معاهم في الظروف العصيبة اللي مروا بيها فأرجو إنهما وهم أعتقد إنه فيه رسائل بتوصل لهم إنهما نسحبوا من الميدان بعد يوم سبعة وعشرين جمعة فهم ليه بيكرروا الخطأ إذا كانوا عملوا ده قبل كده في يوم سبعة وعشرين ليه بيكرروا قدام مجلس الشعب وهم عارفين إنه فيه مسيرات سلمية طلع عشان توصل صوتها لمجلس الشعب وأنا حسب ما سمعتم بقال إنه فيه رسائل وصلت بالفعل إلى رئيس مجلس الشعب من الناس المتظاهرين دول وطريقة سلمية ومشرفة إيه فكرة الدروع إيه فكرة إنهم تعارف يا أستاذ عمد أخطر ما في الموضوع اللي اسمعتم بارح من أو تبريرات من حزب الحرية والعدالة بل إنهما ده مش عايزين يتكرر اللي حصل في محمد محمود وميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء لإنه ده كان كل اللي حصل ده كان بيستهدف تعطيل برلمان وتعطيل آآ خريطة الطريق نفس الكلام بيتطفق مع الخطاب اللي كان بيوجه من المجلس الأعلى نقوات المسلحة اللي احنا كنا كلنا بنستهجنه لإن ده الحقيقة فده سيناريو غريب وأنا بعتقد إنه آآ يعني آآ الأطراف مسؤولة دلوقتي مسؤولية مباشرة آآ عن إنه فاكة الاشتباك آآ كان تعريباً الكل قبل كده كان الاشتباك موجود أو كان فيه نوع من الاشتباك بين القوى السياسية وبين المجلس الأعلى أو المجلس العسكري على اعتبار عدم الفهم أنه ده يعني يعني السياء يعني ما استوبه السياسي في التعامل مع القضايا لم يكن بالطريق الوجه في كل الأحوال أنا عايز إنه دلوقتي نفك الاشتباك بين القوى السياسية وبعضها البعض ونتفق وفكرة التوافق تعود مرة أخرى وتلبى فيها مطالب الميدان اللي فيها إظهار حسنينية وفعلا وجدية في الانتقال السريع إلى انتخاب رئيس جمهورية كبديل للمجلس العسكري ومن ناحية تانية تعرفي لو ده لو تم الإعلان عنه بكرة يا أستاذ عماد أنا بتصور إنه لو خدت الإجراءات خدت سنة كاملة مش هيبها مشكلة بس يبقى فيه إظهار نوع من الجدية إنه إحنا بدأنا وإنه قدامنا خريط الطريق واضحة دلوقتي هي المشكلة إيه دلوقتي المشكلة إنه إحنا عايزين رئيس جمهورية ورئيس جمهورية بديل عن إيه؟ عن المجلس العسكري ليه؟ لأن المجلس العسكري ارتكب أخطاء طيب عايزين نوقف هذه الأخطاء هو ده اللي إحنا عايزين عايزة كمان أأكد إنه يوم الاتنين اللي مش ده القابليه اللي كان فيه أول جلسة لمجلس الشعب عدد المسيرات اللي طلعت كان ضخم جدا وفئات مختلفة جدا كان فيه برضو مسيرات من فنانين ومن رياضيين يعني مش رياضين رياضين كان الأربع يعني كان عدد من المسيرات بكلها بمطالب واضحة وكلهم راحوا عن مجلس الشعب محصلش نفس المشكلة بتاعت مبارح وده خيني برضو عندي علامة استفهام تانية ليه أول يوم أول جلسة من المجلس محصلش فيها مشكلة لما ناس كتب راحب مطالب لا بعليزين حضرتك ما حدث يوم الاتنين دوا اللي بتكلم عليه كان برضو هناك أنا شفتهم بعيني الأنصار التيار الدين هما اللي محوطين المجلس بس مش بسلاسل وعمل كتلة كبيرة جدا بحيث إنه أي طرف تاني لا يستطيعا يقترب من المجلس وهم موجودين ودي كانت فكرة إنه كان هناك مخاوف بعض الناس قالوا إنه فيه اقتحام وحاجة زي كده وأظن إنه دي برضو جزء من الفزعات لكن خلينا إذا كنا ننتقد يعني تصرف الأخوان المسلمين أو أنصارهم أو التيار السلفي أمام المجلس والسلس البشرية فعلينا إنه إحنا برضو نؤكد على نقطة في غاية الأهمية وهي ما معنى مسيرة سلمية لمجل الشعب مسيرة سلمية لمجل الشعب بتعني إنه فيه ناس بيطلعوا بالمسيرة بيوصلوا عند نقطة معينة بيقفوا فيه وفد منهم بيدخل المكان بيسلم مطالب مطالب وبيمشي لكن بعض الناس أيضا أو كل بعض وليس كل إنه هو بالنسبة له مسيرة تعني الاختحام أو الدخول أو إنه ده مجلسنا أو أنت ومن سوء الحظ عدد قليل جمدان التحريب بيتعامل إنه ما في الشرعية اسمها شرعية البرلمان وده يصير للثورة ويصير الميدان ويخلهم يخسروا أنصار طول وقت لا البرلمان شرعية بتاعته لا أحد يجادل فيها لا أحد ينتقص منها لكنها تظل دائما تحت رقابة يعني إذا كانت الحكومة تحت رقابة البرلمان فالبرلمان نفسه تحت رقابة الشعب طبع عشان وقتنا بيخلص أنا بس كمان أريد أن أقول من الحاجات بالنسبة لما عادت أتكلم مع أحد أعضاء الأخوة المسلمين يعني قال لي كمان عشان الهتفات اللي كانت جاية كان من ضمنها بيع 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 السورة يا بديع فالناس حست أن هما داخلين بتحامل شديد ضد إخوان المسلمين فده كمان حمسهم أكتر أن هما يبادروا بالعنف يعني يعني أنا كل الناس هتفت ضد المبارك كل الهتفات الممكنة وغير الممكن ويهتفون الآن ضد المشير طنطا فبالتالي فكرة الهتفات دي يعني أنا تماني أن تكون الهتفات رقية لكن أنا ما أدرش أصادر على رأي الناس أقول له إيه أحنا مش في المدنسة ابتدائي حبيبي ده شعار كويس وده شعار وده شعار كخة يعني مش معاول دي خليه عشان وقتنا خلاص فاضل تلت داي ونختم اليوم عايز أسأل على مسيرات مسبيرو أو مظاهرات مسبيرو والمسيرات اللي بتجوه بشارع قهرة وترجع تاني على مسبيرو والمطلب الأساسي إلى جانب طبعا مطلب العام هو تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة ورحيل مجلسة على القوات المسلحة من إدارة البلاد هو كمان تطهير الإعلام وتعديل بلاش تطهير عشان فيه ناس بدأت تتهم على اللفظ ده لأنه لفظ نازي ونفظ مش ظريف بس خي نقول تعديل ما صار العمل الإعلام فأستاذ كامل حتك أنا معا ده طبعا ومعاه وأنا بشتغل في صحيفة قومية أنا معاه بشدة لأنه وأقدر أقولها بصراحة وبميل فمي أنه اللي حصل على مستوى الدولة هو نفسه اللي حصل يا أستاذ عماد على مستوى المؤسسات القومية أنت شو رأس النظام ورأس النظام نفسه وبقي النظام وفي ناس الرأس ما تشلتش لسه وبقوة يعني بلاش أتكلم عن جورناني إنما أنا مع فكرة أنه أنه نتحرر من أنه نحن تابعين أنه نحن خدم للحكومة وخدم للنظام إحنا لازم الصحف القومية والإعلام الرسمي يبقى إعلامه أنت كمان هنا في نايل لايف إنتك تبقى إعلام رسمي وتبقى ما عندكيش سقف اللي هو سقفك اللي هو المشاهد وبتقدمي خدماتك للمشاهد بمنتهى صراحة والوضوح والإخلاص ورسالتك واضحة إنما فكرة أن أنا أكون لغاية دلوقتي أنا مقيد ولغاية دلوقتي فكرة أنه الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية أو الصحافة القومية عموما إحنا بيشتغل بيجينا نشارات علاقات عامة للحكومة أو الرئيس الدولة الكلام ده يجب أن يمحى تماما مع عصر جديد مع الصورة وأنا مؤيد لده وبحارب في الاتجاه ده وأتمنى من الله أنه بعد شهر أو اتنين بعد ما يكون عندنا مجلس شعب حقيقي يعني يمارس دوره ومجلس شورة حقيقي وحكومة صورة حقيقية ورئيس دولة منتخب يمثل صورة 25 ناية كل ده ينعكس على الإعلام الرسمي وخلينا يعني نخرج من هذا الخندق الخانق اللي احنا عايشين فيه بقى تهمة يا أستاذة لنا يعني أنا أحس بالعار أن أنا لغاية دلوقتي يعني بشتغل خدام للنظام النظام للأسف الشديد تغير فأنا لازم أتغير أنا كمان أستاذة ماذا سأحدك السؤال بشكل مختلف بعد الضغط اللي حصل أمام ما سبيرو شفنا بعض الانترفيوات أو اللقاءات اللي اتعاملت جوه الإعلام مصر إذا كانت على القناة الأولى والأخبار من ضمنها مثلا عرض أجزاء من حملة كاذبون واستضافت على العب الفتاح لأول مرة من ساعة ما طالع من السجن في ناس شافت أن ده أهو بقدرة إيجابية أنه الإعلام ممكن فعلاً يتطور في وقت قصير وفي ناس شافت أن ده حباية مسكنة جديدة علشان الناس تهدوا شيئاً من ما سبيرو بسؤل حظ في الغالب هي حباية مسكنة أنا كتبت بوضوح ده أنه عشان تعبليها هيكلة كاملة للإعلام المصري دلوقت هيبقى مستحيل لكن يمكنك على أقل زي ما التفانى تبتزي مش هتقدر تقولي للـ 45 ألف شكراً روح بيوتكم أو أنتو مش هتنفعوا أنت بتحربي مش بس رئيس قناة ولا رئيس محطة ولا رئيس تحاد زهنية وزقافة تكرزت ورس تاخت من أول رئيس الاتحاد لحد العام اللي موجود إزاي تعمل إذا هذا ياخد وقت بس محتاجة تبتدي على الأقل أننا في اللحظة أنا مقدرش يطالب بحيادية وباستخلالية وتحرر الإعلام والراجل للرئيس الاتحاد بتعينه أو الوزير بتعينه الحكومة يعني من يدفع للزمار زي ما بيقوله فبالتالي خلينا بواضحين نبتدي حبة حبة أننا أفصل الإدارة على الأقل عن التحرير أن ده يبقى التحاد الزعوية تفزيزون ممكن إزاي نقدر نوصل قناة النيل للأخبار على سبيل المثال إن أنا إزاي أدرع من نموذج زي البي بي سي قدر إمكان مش يعمله بين يوم وليل في حاجات كتيرة جدا لو إحنا اجتهادنا فيها بس أولا لازم الإعلام يتحرر من جواه وبعد كده يبقى فيه استخلالية حقيقية ويدار بإدارة اقتصادية لما نوصل لده هنقدر نتكلم على لكن أنا الحكومة طب أنا انفصلت عن الحكومة هاجأ أقول له أنا عايز مرتبات وأنا بخسر وبسحب عن مكشوف مليارات هدي لك ليه أنا كحكومة أنا بديك لأنك أنت بتقول استقبل السيد الرئيس واستقبل السيد المشير واستقبل السيد الوزير هي دي باختصار والسيدة الأولى بتطلع فيه لعبة فيه بكدي الحكومة كانت عارفة الإعلام بيخسر وما زالها بيخسر لكن بتديله من فلوس دافع الضرائب لأنه يزين الإعلام حضرتك كان أحد أهم زراعين لأي حكومة مع الأمن بقدر أخسر به عقل الناس ده في العالم كله ميرلسكوني يملك أعلام كتير في إيطاليا ميردوخ في بريطانيا وفي أمريكا بس دي فلوسه هو حر فيها لكن مش فلوس الشعب احنا نتمنى أن الأمور تتغير النقطة لحدك قلتها طبعا نتمنى بس النقطة لحدك قلتها فكرة فلوس الشعب يعني مرتبتنا احنا بناخدها من الشعب فبالتالي مفروض أنت تتبقى تشتغل عند الشعب مش عند النظام وبالتالي بقيراتك معبر عن الناس دول تجي بخبر الإسلاميين والليبراليين والقوميين والأهل والزمان ما ينفعش تباه لطول الوقت أستاذ عماد الدين حسير مدير تحرير الجريدة الشروق شكرا جزينا على وجودك معنا النهاردة أستاذ كمال جبالة مدير تحرير الجريدة الأهرام شكرا جزينا على وجود حضرتك خلصت حلقتنا النهاردة بكرة هنكون في حلقة جديدة ويارب الأحداث تبقى النهاردة هادية ومشي تمام ومفيش أي مشاكل بكرة حلقة جديدة ان شاء الله ويارب يبقى نهاركم سعيد سبع الفول